اشتركوا في القناة تطبيقات الليزر متنوعة وعديدة من أشعة الليزر التي تستخدم في قراءة الباركود للسلع الغذائية في السوبر ماركت إلى استخدام الليزر في النقش والكتابة على مختلف المواد مثل الذجاج والمعادن إلى استخدامه أيضا في الجراحات الطبية الدقيقة التي تنقذ الأرواح وصولا إلى التطبيقات العسكرية مثل توجيه الصواريخ الذكية وحتى حرب النجوم الليزر غير العالم من حولنا بطرق لا تحصى هل تسألتم يوما عن كيف يعمل الليزر؟ كيف يمكن لشعاع ضوء أن يكون بهذه القوة والدقة؟ في هذا الفيديو سوف نأخذكم في رحلة عبر مبادئ الفيزياء التي تجعل من هذا الجهاز الرائع ممكن سنستعرض سويا كيف تحولت فكرة اقترحها العالم ألبرت أينشتاين إلى تقنية تستفدم في كل شيء لنستعد لاستكشاف عالم الليزر المذهل ومعرفة السر وراء هذه الأشعات المبهرة والتي تعتبر واحدة من أعظم اقتراعات القرن العشرين وأصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية في البداية لنبدأ من نبذة تاريخية عن الليزر في عام 1917 اقترحها العالم ألبرت أينشتاين فكرة الانبعاث المستحث للفوتونات والتي تعتبر جوهر شعاع الليزر وسنرى بعد قليل ما هي عملية الانبعاث المستحث هذه وبعد 37 عاما من فكرة أينشتاين توصل العالم شارلز تاونز في عام 1954 لأول جهاز يعرف باسم الميزر لأنه كان يعمل في نطاق أشعة المايكروويف وحرف M هو أول حرف من كلمة مايكروويف ومباشرة في العام 1960 طور العالم ثيدور ميمان أول جهاز ليزر مصنوع من بلورة الياقود يعمل في مجال الأشعة تحت الحمراء وحينها لم يتمكن العلماء من إطلاق كلمة ميزر على الجهاز لأنه يعمل في نطاق مختلف عن المايكروويف فتم الاتفاق على أن تتحول كلمة مايكروويف بتشمل كل أطياف الأشعة الكارماتسية وتصبح كلمة ضوهية المعتمدة في التسمية والضوء باللغة الإنجميزية كما نعلمها هي لائد وحينها استبدل الحرف M بالحرف L لتصبح كلمة ليزر هي المعتمدة لجهاز تكبير الضوء أما باقي أحرف كلمة ليزر فهي جاءت من فكرة عمله حيث أن كل حرف من أحرف كلمة ليزر يعكس علما واسعا يتطلب شرهه ساعات وساعات ولكن هنا سوف نبسط الأمر لكم فكلمة ليزر جاءت من أول حرف من كلمات الجملة التالية Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني باللغة العربية تكبير الضوء بواسطة الإنبعاثة المستحثة للإشعاع الكهرومغناطيسي والآن أعزائنا المشاهدين لماذا يعتبر الليزر مفيدا؟ لماذا هو موجود في كل مكان؟ ما هي الخصائص الفريدة التي جعلتها مميزة عن مصادر الضوء العادية؟ يمكنني تلقيص الإجابة في ثلاث خصائص يحملها الليزر سأذكرها عليكم باختصار الخاصية الأولى ضوء الليزر أحادي النوم ونطلق عليه باللغة الإنجليزية مصطلح منوكروماتيك أي أن فوتونات شعاع الليزر لها طول موجي واحد وهذا يعني أن كل فوتونات الليزر تمتلك نفس مخبار الطاقة أما بالنسبة للضوء العادي فكل فوتون له طول موجي اختلف عن الآخر مما يعطيه الضوء الأبيض أما بالنسبة للخاصية الثانية فهي الاتجاهية أي ديريكشناليتي والتي تعني أن ضوء الليزر له اتجاه محدد وينطلق في خط مستقيم يمكن أن يصل شعاع الليزر إلى القمر ويبقى محافظا على تماسكه وهذا بخلاف الضوء العادي الذي ينتشر في كل مكان ويملأ الفراغ مما يعني أن فوتونات الضوء العادي تنطلق بشكل عشوال في حين أن فوتونات أشعة الليزر تحافظ على تماسكها وترابطها لمسافات كبيرة الخاصية الثالثة وهي أن فوتونات شعاع الليزر متزامنة أي أن لها خاصية تعرف باسم كوهيرنت ونعني بالتزامن هنا أن جميع فوتونات شعاع الليزر لها نفس الطوء وهذا يجعل شدة الضوء كبيرة لأنها متنقمة مع بعضها البعض وكل فوتون يتداخل مع الآخر تداخل بناء على خلاف فوتونات الضوء العادي الذي لا يحافظ عن أي علاق التزامن بين فوتوناته فتتداخل تداخلنا دائما مما يجعل شدة الضوء العادي أقل هذه الخصائف الثلاثة مجتمعة مع بعضها البعض جعلت من شعاع الليزر متميزا عن أي ضوء عادي دعونا الآن نطقي نظرة على عملية الانبعاث المفتحد هذه العملية التي أكثر ضد ضوء في البداية دعوني أطرح عليكم التساؤل التالي ما هو المصدر الرئيسي لأي ضوء؟ أتمنى منكم الآن إيقاف في الفيديو والتفكير في الإجابة إن أي مصدر ضوء فكرت فيه وعلى سبيل المثال مصباحا عاديا أو مصباح لد أو حتى أشعة الشمس فإن المصدر الرئيسي للضوء الصادر عنها هو إثارة إلكترونات الضرو ماذا يعني هذا وما علاقته بالليزر؟ يصدر الضوء من خلال عمليتي الامتصاص والإنبعاث وفي عملية الامتصاص تثار الإلكترونات لمستويات طاقة أعلى من مستوى الطاقة الأرضي وبعد مرور فترة قصيرة من الزمن يحدث الإنبعاث وهنا نسميه إنبعاثا تلقائيا ولكن هذا لم يعجب أينشتاين وذكر أنه يجب أن تكون هناك عملية أخرى لعودة الإلكترون المثار من مستوى الطاقة الأعلى إلى مستوى الطاقة الأرضي من خلال عملية تسمى الإنبعاث الاستحثاثي وهي أساس عمل الليزر لنوضح هذا الأمر بشكل من التفصيل ونبدأ بعملية الامتصاص لدينا هنا نواء لأحد الظرات تحتوي على نيوترونات وبروتونات وحول هذه النواء يوجد إلكترون في مستوى طاقة محدد كما هو موضح فينا مزجبور يمكن أن تكون الظرات في مستويات طاقة منخفضة أو مستويات طاقة عالية اعتماداً على الطاقة التي تمتلكها كل ذرة لها حالة أرضية تكون مستقرة وحالة مثارة تكون غير مستقرة إذا توفر فوتون يحمل طاقة عادل فرق الطاقة ما بين مستويات الظر E1 و E2 على سبيل المثال فإن الظر ستنتص الطاقة من الفوتون وتنتقل إلى الحالة المثارة هذه هي عملية الامتصاص ونطلق عليها أحياناً امتصاص مستحث لأن النيوترون لم ينتقل إلى مستوى الطاقة الأعلى من تلقاء نفسي الآن ننتقل إلى العملية التالية التي تلية عملية الامتصاص وهي عملية الانبعاث التلقائي حيث يعود الالكترون من المستوى المثار إلى المستوى الأرضي من تلقاء نفسه بعد مرور فترة زمنية محددة تعرف باسم عمر مستوى الطاقة نعم مستوى الطاقة له عمري وهو الفترة الزمنية التي يبقى فيها الالكترون في حالة الإثارة والتي تقدر بنحو 100 نانو ثانية وبعد انقضاء هذه الفترة الزمنية يعود الالكترون المثار إلى الحالة أرضية ويحرر الطاقة التي اكتسبها في سورة فوتون تساوي فرق الطاقة بين المستويين E2-E1 ولا يوجد أي خيود على اتجاه أو طور هذا الفوتون بالنسبة للفوتونات الأخرى التي تحررت من الضرات المجاورة وهذا هو مصدر الضوء العادي أي أن الضوء العادي جاء من عملية الانبعاث التلقائي للذرات المثارة وهنا أقول ذرات مثارة أو إلكترونات مثارة وهي مصطلحات لها نفس المعنى فإثارة إلكترون الذرة يجعل الذرة غير مستقرة ويمكن أن نقول ذرة مثارة أيضا أما عملية الانبعاث الاستحثاثي والتي توقع بحدوثها أيلشتاين ولكن لم يكن أحد قد رصدها هي عملية عكسية لعملية الانتصاص أي أن الإلكترون يجب أن يبقى في مستوى الإثارة لحين أن يستحثه فودون آخر لينتقل من المستوى المثار إلى المستوى الأرضي وكان العلماء يعتقدون سابقا أن عملية الانبعاث التلقائي هي العملية العكسية الوحيدة لعملية الانتصاص إلا أن أينشتاين كان له وجهة نظر أخرى وهي طالما أن الانتصاص قد حدث بفعل مؤثر خارجي فإن الانبعاث يمكن أن يحدث بفعل مؤثر خارجي أيضا وعندما تبين العلماء بعد مروه 37 عاما عن توقع أينشتاين بوجود مستويات طاقة لها عمر كبير يصل إلى أنف مرة أكبر من عمر مستويات الطاقة العادية والتي تعرف الآن باسم متاستيت فإن الإلكترون المثار يبقى في حالة الإثارة ينتظر إلى أن يتوفر فوتون يحمل طاقة عادل فرق مستويات الطاقة فيستحث هذا الفوتون الإلكترون المثار للانتقال إلى مستوى الأرض وحينها يتحرر الفوتون آخر له نفس قصائص الفوتون الأول من الناحية الاتجاه والطور والطاقة وبالتالي تمكننا من تكبير الفوتون ليصبح لدينا فوتونين ومع تكرار عملية الانبعاث المستحث لباقي الذرات يصبح لدينا الكثير من الفوتونات والتي تحمل نفس الخصائص التي ذكرناها سابقا هذا هو الفرق الرئيس بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المتحف الفوتون المنبعث في الانبعاث التلقائي يمكن أن يذهب في أي اتجاه عشوائي بينما الفوتون في الانبعاث المتحف سيسافر في اتجاه الفوتون الساقط هذه هي الميزة الأساسية للليزر ولتعزيز عملية الانبعاث الاستحثاثين الحصول على مصدر ليزر علينا أن نختار مادة سواء كان بغزية أو سائلة أو صلبة تمتلك مستوى الطاقة ذات عور كبير وعلينا أن نقوم بإثار الذائرات هذه المادة في عملية تعرف باسم انقلاب التعداد أي أن تصبح عدد ذرات المثارة أكبر من عدد ذرات الغير المثارة وتتم هذه العملية بواسطة إثارة خارجية قد يكون من مصدر طاقة كهربائية إلكترونية أو ضوئية وتعرف بعملية البومبينغ أو الضخ وحدوث عملية انقلاب التعداد في الضرات هي تماما مثل قيامك بضخ الماء من الخزان الأرضي إلى خزان فوق المنزل يضاف على جانبي مادة الليزر مرآتين أحدهم تعكس الإشعاع بنسبة 100% والأخرى تعكس الإشعاع بنسبة أقل قد تكون 99% وتحمل المرآتين على تعزيز حدوث عملية الانبعاث الاستحثاثي فوظيفة المرايا هي عكس الفوتونات التي تصبط عموديا عليها وتعيدها إلى داخل مادة الليزر أو انبوبة الليزر حتى تستغل هذه الفوتونات في إحداث المزيد من عملية الانبعاث الاستحثاثي وعندما تصل شدة الفوتونات في مادة الليزر إلى قيمة معينة تستطيع أن تخرج من المرآة الأقل عكسية في صورة شعاع الليزر إذن أي جهاز الليزر يتكون من مادة الليزر التي يحدث فيها عملية الانبعاث المستحاث وقد تكون هذه المادة في صورة غزية أو سائلة أو صلبة والتي توفر مستويات الطاقة لهذه المادة التي تحدد الطول لموجه شعاع الليزر يضاف إلى مادة الليزر وسيلة ضخ التي تعمل على عملية انقلاب التعداد ومرايا لتعزيز عملية الانبعاث المستحاث هذه الأجزاء الثلاثة هي التي تشكل أي جهاز الليزر وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى أن أكون قد تمكنت من توضيح اختلاف الضوء العادي عن ضوء الليزر وكيف لخصائص الليزر الفريدة جعلت منه جهازا له تطبيقات واسعة أتمنى أن أكون قد قدمت لكم معلومة مفيدة وإن كنتم قد وصلتم إلى هذه النقطة فأنا أحييكم على أحبكم للعلم وأتمنى منكم الإعجاب والتعليق والمشاركة والانضمام لعضوية هذه القناة ليصلكم كل جديد وحتى نلتقي فيها الحلقة القادمة أستردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته